أهلو تفضل السلام عليكم وعليكم السلام عليكم كيف الحال لمس المرأة يا إخواننا لا يحتاج إلى تجديد وضوء لمس المرأة لا يحتاج إلى تجديد وضوء أهلو تفضل يا بسلام عليكم وعليك السلام تفضل شنو موضوعي موضوع معصوم الشيعة والشواز جنسيا رأينا من النبي عندهم أنه يأخذ بنت شاز جنسيا ويضع يده في يده ويصاهره ورأينا أن علي بن أبي طالب أيضا معصوم الشيعة يضع يده في يد شاز جنسيا ويعطيه بنته كملت سؤالك يا جاوب تفضل لا تقاطعني تفضل أولا من قال إنه شاز جنسيا قال شاز جنسيا أنتم فنحن إذا كنا نردت قولكم ونحن لم نقول إنه شاز جنسيا ونحن هن فين تفضل أنتم قلتم في شرح صحيح البخاري عند ابن حجر وعند الصيوطي طب اتفضل افتح الكتاب وقرأ لنا من النطاق خلنا تكمل لا تقاطع لي لا تحاول هذا الاسموم التركي ليه تحقق أقطع على رقبة التالي بس فقط اسمح اسمح ولا تقاطع حضرتك تخبر كاما من الحجر تلحك على هالبها أمل إيه تزلتك من برك ايب 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 اخجل اخجل خليها اتكلم اكمل كلامي واحد اكمل الكلام لا اتخاطع حضرتك قلت انتترى في شرح صحيح البخاري حضرتك قلت فشرح صحيح بخاري ابن حجر اتفضل اقرأ لنا يا شرح صحيح ابن حجر يا أستاذ يا أستاذ اتفضل كل جزء الصبح حتى نقرأ مع بعض موافق اكمل الكلام اكمل الكلام اكمل الكلام اذا ما تعرف اذا ما تعرف نعلمك اذا ما تعرف نعلمك يحب يخشل والوحيد خليه اكمل كلامي خليه اكمل بقيقة وحده اكمل الكلامي مصدر مصدر عايزين مصدر مصدر اتفضل قل لي فين في صحيحي بخاري عشان امام الناس اذا ما طلع قال ماهي الرجال نبتف يا عالي جبال ابن عديار في شرح صحيح في البخاري انا اثنى اذا انت رجل قل انا اتشعى ما امريكاني انت مجاهل انت المفروض انت المفروض على ان تعلم فيما قدوده الذي قال او ده يهودي تاني ده الذي قال اسمع يهود والله يهود والله صهار هنا اذا لا اذا ما تخاف اطيني دقيقة اطيني دقيقة واني افوحك كتاب اصمعت الحمق اسمعت اقديني مش هسمعك اي حد الان واحد شيعي وانا داخل دلوقتي انظره او احاوره فبقول له والله عندكم في الكافي يوجد رواية تطعم في المعصوم فالرجل الشيعي تفضل وقال لي لو سمحت الدين الرواية او مصدر الرواية او رخم الرواية فانا راح جايي يقول له لا انت عارف ومتعلم طب انا اللي بقول لك افضحنا قدام الناس افضحني قدام الناس قدام الناس كده اقول لنا فين في شرح صحيح البخاري يعني صحيح البخاري كتاب قد كده قد كده قد كده على الاخل اللي خالد ستقول لنا حضرتك انت قرأتها فين في اي صفحة في اي جزء عشان اطلعوا للناس ونقرأ سواء بسيطة هي لما تيجي تقول لي مثلا ده قال السيوتي اقول لك فين قال السيوتي قال مش عارف ابن مين ابن الاثير طب فين في ابن الاثير يعني في كتاب ايه ونطلع واحدة واحدة هو ده العلم مش صريخ 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 اتفضل بقى قول لي اول مسدر حضرتك قلته لابن حجر في فتح البارق اتفضل بقى فين في فتح البارق اتفضل لسيح exile النقاطع اتفضل انا عايز بس اعرف bukan في فتح البارق بس واحد انا عايزه خلي اكمل خلي اكمل كلامك الاخير اتفضل اكمل كلامك اتفضل بس ديني المصدر لو سمحت ثانيا ثانيا اوفي المصدر ثانيا تقول تعوف المصدر اه ألفهم طيب ما نعوفك أحسن بل عوف المصدر قدين عفتك هو يا سيني يالله بالسلام العوف المصدر واحد تطلب منه مصدر يقولك عوف المصدر طيب قدين عفتك خالص بمصدرك